او يجيلوا بعد سنة ونص لما الطفل يبدأ يأكل فول ولا حاجة وخصوصا للفول الحراتي ويبقى اول مظهر ليه تبست تلاقي الطفل بقى بهتان والبل بتاعه فيه دم او محمر وحصل له تكسير شديد في الدم والطفل ده غالبا بيحتاج نقل دم طب احنا عشان نتلاشى القصص دي ايه في حديث الولادة ما تقدرش تتلاشيها لكن لازم تشخصيها علشان ما تدهوش فول فيما بعد ويحصل له تكسير ويحتاج نقل دم متشخصيها ازاي لو ما لقيتش مبرد العي الدم سفر ليه يبقى لازم نعمله تحليل انزيم انيميا الفول بعد شهرين من خروجه من الحضان طب بعد سن سنة لو سمحتوا الاولاد السوبيان الزكور اول سنة ما تدهوهمش فول خالص الجده سعب بتبقى ايه سعيدة قوي وعملها تلحس العي الميت فول وفولاية وبتاع بلاش ندي الاولاد الزكور او السوبيان ندهو فول قبل سن سنة طب بعد سن سنة ندي ولا ما نديش نسأل نشوف العيلة دي فيها حد في العيلة دي عنده آآ انيميا تكسيرية او عنده انيميا تكسيرية او عنده انيمياة فول ولا ما عندهوش ما فيش أزود الكمية ما خشش عليه أول طلع عليه بالفول أديله كمية كبيرة عشان لا قدر الله لو عنده أنيمية فول هيحصل له تكسير شديد في الدم ممكن تريحي نفسك من الليلة دي كلها وتطميني قلبك أني تعملي قبل ما تدي للولد بعد سن سنة فول تعملي له تحليل إنزيم أنيميا الفول لأنه ده مرض منتشر في المجتمع المصري مش نتيجة حاجة هي حاجة منتشرة في بلدنا اللي هي أنيميا الفول فلو سمحت لو قال أنا اعملي تحليل إنزيم أنيميا الفول عشان تبقى في السفصة تبقى في الأمان والفول ده يعني مش من دمنا آه ده من مكونات الإنسان المصري لكن مش مكون أساسي لازم بلاش نستعجل ندي فول للأطفال والسوبيان قبل سن سنة وبعد سن سنة نبقى حارسين ندي بكمية صغيرة ولو في حد في العيلة ولو في حد في العيلة عنده أنيمية فول لو سمحت يعملي تحليل إنزيم أنيميا الفول قبل ما تدي الفول عشان ما يحصلش تكسير في الدم آخر حاجة عايزة أقولها السلاسمية أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط يا جماعة بتيجي عن طريق الزواج الأقارب في كوبروس انتهت أنيميا البحر الأبيض المتوسط تماما لأنه بنعمل تحليل قبل الزواج يبقى في زواج الأقارب أو حتى لو مش أقارب يعمله تحليل إنزيم بتاع أنيميا البحر الأبيض المتوسط علشان لو عينت ولد عنده أنيميا بحر الأبيض المتوسط ممكن هياخد دم مدى الحياة كل شهر ياخد دم عيشة يعني صعبة جدا للطفل والأهل ومخاطر نقل الدم من كابدي به وخلافه فإحنا ممكن نجنب أولادنا المشاكل أو العيشة الصعبة ونقل الدم كل شهر إن إحنا نعمل تحليل قبل الزواج نشوف إحنا إحنا الأب والأم دول كارير أو حاملين للإنزيم بتاع أنيميا البحر الأبيض المتوسط وللقوا ده سهل اكتشافه دلوقت في كبرص مكانة أكثر دول العالم عندها أنيميا بحر الأبيض المتوسط لما ابتدوا يعملوا هذا التحليل الأمور اختفت تماما لأن منعوا زواج الناس الكارير لإنزيم أنيميا البحر الأبيض المتوسط لازم نحمي أولادنا في المستقبل